صوت الجهد نسمة ومشكورين بتقيمها وبموظفيها سندتنا في الاعتصام ويعطيكم الصحة ورسالة شكر زادة من فلاحين جندوبة وفلاحين سليانة إلى أنستد النواب اللي سندوهم في الاعتصام السلمي الحضاري انتياحهم ويبلغوني زادة تحية شكر إلى النايب سي فيصل التبيني لساند الفلاحة ليلا ونهارا نحن عدنا جملة من المطالب نحن ناس تتصور أختي إذا كان الفلاحة خرج وصرخ صرخة رانا جعنا الفلاحة جاء الفلاحة ليست موقع شارع الفلاحة ليست موقع الخيمة الفلاحة موقع الضائعة نحن وفرنا الغذاء للشعب التونسي وقت الثورة وفرنا جميع مستحقات الشعب من الخضر نحن نمثل الأمن الغذائي لا يزايد حد على وطنية الفلاح الفلاحة هو وطني الفلاحة يستحق الشكر من العقلات وينسي كنا ننتظر ورود لا ننتظر نقد من بعض الوسائل الإعلام مثلا كيف عمل إذاعات نعتنا بكمشة والله ما نكمشة والله نحن تونس نحن الوطن نحن الوفاء نحن الإخلاص نحن عدنا جملة من المطالب هذه تهددنا وتهدد المواطن التونسي إذا كان الفلاح جاء شنو مصير المواطن نحن عدنا برشة مطالب ومشيين في السلم ونحن رانا سلميين وآخر واحد يجوع وآخر واحد يخرج للشارع نحن مبنينا الخيمة ذي وسلمنا في جميع أرزاقنا إلا من الوضع القطاع برمته أختي الفلاحة ريمة ضمرة الفلاحة لا يتشكي والله سامحيني أختي بالمناسبة احنا كنا ننتظر القناة الوطنية تساندنا قناة الشعب ويني القناة الوطنية ياخي نحن مناش تونس نسلميين رجائي سيد الوزير هذا صوتي صوتي بحمل برد سيد الوزير وينك وقت البرد كليني وينك يا سيد الوزير أنا رجائي وضعياتنا ذي ما يفضها كان الرئيس الحكومة السيد الشاهد عنده كفاءة في الفلاحة عنده كفاءة ورئيس الدولة كان يساندنا احنا رأينا مواطنين تونسا ورأينا معناش مش نستغنوا على المواطن التونسي مش نوفروا له جميع طلباته سمحني سحسن انتم مقبل الاعتصام المفتوح هذه ربما والاحتجاج بالنوع هذه ما ديتوشي ديكم للحوار لا ديتوشي من صلاة الإشراف ان تتعامل معاكم ربما وتنظر لمشاغلكم ولجملة المطالب متاعكم مش نحكوا عليها شوية اخر البيباني كلها طب طبناها والبيباني كلها اختي احنا بيد الشمال الغربي الفلاح ما عندهوش ما صالح للشراب هل يعقل في الشمال الغربي المنبع الماء اذا كان الماء ما هوش موجود في الشمال الغربي وش سيحة فازعها وش هي خوف لو التونسي مهدد احنا فلاح ما عندهوش ما صالح للشراب في دار وشتري في البيدون بخمسة اشنمية احنا مش نناطلوا وعدنا برشة مطالب دقين البيباني كلها هيتنا حكيوا علي جملة المطالب جملة المطالب المطالب عدنا تعويذات اختي الخصم والحكم واحد وزارة الفلاحة قصت علينا الماء في عز الصابة ومشت صابتنا وخرجت لنا لجنة اللجنة ذي قايمة الاذرار اربعة عشر مليار الخصم والحكم واحد قايمة اربعة عشر مليار اذا بينت فاجأنا نجلوا سبع مليارات ووفقنا عجلة دولة ظروفها والوضع استثنائي والضرف خلنا نتحملوها نحن ديم الفلاحي في الضريبة والمواطن هذه الضريبة والفلاح هذه الضريبة اختي نحن الخضر والغليل وكلهم بيعوا فيها بفرنك بليش نتفيش وكي نشوفوا اسعارها في السوق شي يزدم نحن عدنا تعويذات يوعدوا فينا مالسيف وعتاصمنا وتحركنا وعبطنا في محل تفتيش وكذا واحد وتشاوزنا ماله اللي بنيدنا مستعدين نخدموا أمني نخدموا أرواح مربي عينهم ونحن رانا مشينا عليش مشينا للخيمة ذي خطر باش نعطوكم أسلوب حذاري للفلاح أسلوب الفلاح رغم متعذر عدنا توا نحن التعويذات هذه مصيف ونحن نستنو الفلاح التوم مزرعة الفلاح التوم منظف أرضه ياخي الفلاح نحن في الشمال الغربي ما عدناش حتى مورد رزق مورد الرزق الوحيد انتعنا هي الفلاح أمني مش نعيش ما عدناش مصروف يومي ما عدناش صغار نيقرو ما عدناش نحن بدينا بالنقطة الأولى اللي هي التصرف التعويذات على مياه الري على مياه الري قسمية قسمية الري التعويذات ننتظروا فيها كتش عد عملنا حتيجاج طب طب نعال بيبني كل ذبابية كبيرة مرينا حد شي كان الوعود عليش ما نعرش عدنا وزارة وزارة الفلاح شنوها كنا أردها أمشينا وجلسنا مع الوزير وتحاورنا مع الوزير ووعدنا والوعود كالعادة ووعود 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 حتى فاضي كيس حتى فاضي كيس وتهلمنا في ضيعتنا ومازال الماء مقصوص ومازال الماء مقصوص إلى يومنا هذا في الشمال الغربي احنا 2016 تخلنا للماء 46 مليون وقمنا وكملنا ولباس والأمور هين تخلنا في 2017 القيم الموجود 76 مليون وتقص الماء تلغس لبس ما فهمنا حتى شيء معناها زادت الماء ونقصة المساحة والماء تقص علينا فين نمشي ايه ما شامل الغربي اعطونا اخويا فين نمشي عدنا نحن عدنا القطاع برمته باختصار إلى الهوية هو وراء موضوعنا تويل برش وطلباتنا كبيرة ياسر احنا طوى بعد مياه رأي فما نقطة توفير البذور الممتازة والكميات الكافية البذور الموات ما عنديش البذور التو التو أرضي ما تزرعتش بذور فين ماشي عدنا عدنا مطلب ثالث هو الاجراءات في الإدارة كيدخل الفلاح فلاح أنا نوصل لك رسالة الفلاح هرهم محقورين فلاح تحجروا حسوا بالحجر حسوا ببرش حسوا بمدرم هو نورمال مو سيحسن البذور الممتازة معناها المسلك الأساسي أو النورمال مو كيفش معناها كيفش توصلكم شنية المشكل المشكلة تمشي للنقاط ما فاماش الله أعلم هذي فين مشيات البذور ما عدناش بذور تمشي للنقطة باش تاخذ بذور ما فاماش أول مرة اخذين البذور مساوس زرعت الناس معناها فاما مسالك توزيع موازية فاما مسالك توزيع موازية القطاع بيرمتي منهار منهار ذببية كبيرة ياسر على مستوى الإدارة على مستوى كل شي الفلاح هدنا قروض موسمية قرض موسمية في أسرع لحظة نحن تقوم شعر ونص نحن نستنو في القرض الموسمية فاما فلاحة قدموا دوسيات تمتاحهم للولاية قرابة 249 فلاح ووفقوا على مياه وما زلوا يدرسوا في مطالب وفاما مطالب رجعت فاما مطالب رجعت للفلاحة الفلوس وفت الفلوس وفت وفاما فلاحة لتو ما زلت ماخذتش الفلوس تعريف بالأمذة خمستاشن دينار تمويل ذاتي يخيانا بيش ناخد قرض يا ذا ذرف الستنائي والوزارة وعدت بيش تعطي المفروض الوزارة دي هي وزارتنا هي لترفق بينا اعطونا قروض الموسمية دي باش نديركو واذا بينا لا جدت القروض الموسمية ولا جدت التعويضات تقول الفلاح ما هاتش فهمك ولا رجع الماء ولا دم ولا فم بوذور والفلاح يستغيث تقول حالين الفلاح يستغيث فلاح عاجز عاجز في مصرفه اليوم نحن عدنا ما يقارب 18 طلب اضم لازمهم جلسة يا سيد يا سيد الساد المسؤولين اذا كان انت تحب الحقيقة الحقيقة راي عند الفلاح اللي يعيش سير تيران يعطيك الواقع ويعطيك الحل ويعطيك الواقع حاورونا انتو ما سمحني سيحسن من جملة المطالب منتاعكم هي تبسيط الاجراءات ربما للحصول على رخص لحفر الابار ربما من شأنه اني معناها تحد شوية من مع ثلاثة انه ما فاماش مياه راي لكن كيف كيف ما لقيتوش لها حل هكا ما عدناش حل عدنا مديونية قديمة من قبل الثورة التوما تفسختش عدنا عدنا تاوة قاعدة تخرج فاتورات تاو المندو بي عاملة لنا فاتورة بحسب المساح احنا تاوما عدناش والفاتورات اليوم منها هذا قاعدة خيرج قاعدة خيرج للفلاح والفلاح ابس مش يخدم والفاتورات قاعدة خيرج عدنا عدنا تاوة عدنا نحن مثلا احنا المورد الرزق الوحيد انتعنا الفلاح واحنا تاوة حابسين الموسم الفيت مزرعناش والموسم الجاي مزرعناش هذه الفلاحة ربما سقوية أكثر منها أكثر منها سقوية نحنا عدنا تسعالي فلاح مش شوية تسعالي فلاح عدنا تسعالي فلاح يمارسوا في النشاط الفلاحي ونخدموا في 42 ألف يد عاملة 42 ألف يد عاملة حاطلوا على العمل تو مش تتواجه للولاية باش تطالب بالشغل خطر احنا عجزنا وساي احنا عدنا مورد رزق الوحيد لفلاح يا أخوية أعطونا حل أعطونا حل لخل نخدموا خدمة أخرى وخلن حبسوا مساش على الفلاح هذا أمن تونس راب أمن الغذاء انت على المواطنة تونسي هكي بكري تتفرج انت على المباشر كيفاش الناس تتشك لكن سمحني يا سيحسان انت ربما أثرت نقطة قلت الفلاحة الكل في جندوبة وفي ولايات الشمال الغربي واضح لكن فما فلاحة أراضيهم على الويد يعني كانوا ينجموا يستغلوا يعطيك الصحة في النقطة هذه تسقي على الويد القبل كنا يعطوك يعطوك آلة باش يعطوك ويجهزوك باش تاخد طو يلزمك رخصة باش تسقي يلزمك رخصة مافهم نيش ريضة بابيه كبيرة يلزمك تو يلزمك أنت رخصة لاستغلال الماء متاع البيض ترخيص باش تنجم تهزمه تسقي باش تقدم الغذاء للشعب التونسي تعجيز تعجيز للفلاح ما نعرش شنوه الفلاح المفروض نستسين دو تعاونوا باش يغذي تونس باش كذا باش كذا باش كذا اخويا نتو في سليانا كدش عندهم تو عشرين يوم لس للبرد رو برد رو برد قاسي انت في دارك في دارك تبرد فما بارك انت في طريق موجة البرد الأخيرة والثلوج اخويا نفي سليانا يبكوا يستغيثوا يدرجوا سلطة وضعية الفلاح هذا الفلاح التونسي فلاح روه المفروض يحترموه والمفروض يحطوه في مكانته الفلاح روه اخرج من سياق ما عادش عنده هيبته كفلاح قالوا كالاسم توا احنا اخويا نبارح في الايام وولت البارح في جاندوبة الماء تحتنا لوتو ونحنا راقدين ليه شك هذا الفلاح في تونس عادنا جون برشا مطالب احنا اختي سمحني يا سيحسان انتو من جملة المطالب كما كنت تحكي كنتوا طالبتوا بحل جميع المجامع المائية واعادة هيكلتها علش المطلب هذا بذيت وعليش المدوقيت هذا المطلب هذا بذيت فيه برشا فساد مطلب بذيحة لان المجامع خاطر فما برشا فساد هي المفروض حتى من الادارة من دبيت الفلاح تتعاود تتهايكل وخاطر اذا كان الفلاح حصل للدرجة ذي لكن سمحني سيحسان هذي مطالب على المدى طويل لخطر مش مش تصير في معناية في ليلة وضوحات اذا كان حاجتهم بالفلاح فما برشا مطالب لكن فما اولويات اولويات نحنا نمشو بالاولويات اعطيني يا اخويا رجعلي الفلاح خليق على ساكيه وبعد اخويا فمتني فما مطالب اخرى كبيرة لصالح الدولة ولصالح المواطن التونسي ولصالح الفلاح ولصالح الناس كل احنا كلنا واحد زادها فهما مشكلة اخر ربما سيحسان هو الماء الصالح للشراب الماء الصالح للشراب نحشم كي نحكي عليها مواطن في جندوبة عايش فوق الماء ما عندوش الماء الصالح للشراب بخمسة شنمية اللي بدون نشروا فيه كل شي نشروها احنا الفلاح للدرجة متحسش بألم كبير فما ألم فما ألم كبير اذا كان هنا في جندوبة ما عنديش ماء صالح للشراب ما لش نحكي عنها سخر ويش نهو الحل كي نحكي لك على النقطة هذه تعرف الفلاح وشنو ما كنت نحن رأنا مستعدين وفهم جملة من السدود ما ما زلت ما عادتش لهيكلة متاحة ولا ما هيش قاعدة توعدنا نحن نصد واد البربر ما هيك في الجمهورية التونسية حابس استرفنا عليه المليارات استرفنا عليه المليارات هو حاليا ما نعناش مستنفعين منه سد كبير فيه كمية كبيرة من الماء ما نعناش مستنفعين منه العالم يضحك علينا كنحن نستغيث ونفركس على الماء والماء موجود وعجزنا باش نوصلوه للفلاح مش معقول جملة من المطالب انا رجائي وندائي لسيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس الدولة رانا فلاحة رانا وطنيين ورانا معاكم في السراء وفي الظراء اقفونا وتلفتونا شوية رانا تعبنا ورانا عيينا ورانا مخرجنا لكياس إلا عدنا أسباب كبيرة ضغطة علينا باش نخلوا ديارنا ونخلوا ضيعاتنا ونمشوا على الرصيف نباتوا على الرصيف شنو اللزني نحن لنا انتمو حتى الحزب ولان مارسوا سياسة ولحاجتنا باش يشايتنونا حتى واحد ميناجم يزايد على الفلاح وعواتنيتو نحن أوفيا ومنتجي ما نحبوش كون يزايد علينا سيحسن قبيل يحكينا على نقطة القروض الموسمية وقلت انت 15 دينار 15 دينار تعريب بالأمذة تمشي للقباطة تسجل تمشي للمحكمة تسجل فلاح 18 دينار أسيرانس أسيرانس 50 دينار صندوق الحواج وفمت تمويل الذاتي يغي انتي توجيت عملتي درف استثنائي باش تنقضني اصبحت انا نعمل في سيركوين تاع شهر ونص تاكد لك نسبة كبيرة من الفلاحة ماش تزرع مش تناظل حتى تتحلل مشاكلها خطر الوقت معادش يكفي تاو في ديسمبر كان جي مطر احنا في جاندوبا شهرين ثلاثة معدناش نجمو نخدمو حد شي والفلاح عازز في قوته اليومي فما بالك انتي باش يصرف انتي المزاودين الفلاحة كلهم هدى بالحبز ماش تدخل الحبز في جانبي الحلب المزاودين ماش يصبوا الشكيات مش لعبة رايستثمار صحيح في الفلاحة مش نحكو على حاجة او زيتون اخي زيتون اعطيه شوية ماء وحارة تويجي اما الكتار الدلياي يتكلف ب12 مليون ب13 مليون اختي نحنا توقع الفلاح عنده شيك فيه 50-60 مليون وفما سبعين وفما 120 مليون وفما ايه يا اخوي وين ماشيين احنا بالطريقة هذه وفما مشكلة زيدا نقل امتع الفلاحة خاصة المرأة الريفية المرأة الريفية باش نوضحوا في النقطة هذه عدنا مشاكل كبيرة مش حتى انا عندنا شكوم فلاح هاز باكو دوا عملوا له محضر ب250 دينار باكو دوا فيه فاتورة او ما نعرفش شنيه فام خلال في الفاتورة يخي فلاح شنو ذنبو شنو ذنبو عكي لدواي 250 يخي كان كل واحد يضرب الفلاح يضرب الفلاح كديش منه الفلاح تقو مثلا البطاتة تقو بزوز ملين و400 بطاتة هذه النقطة اللي حبيت نحكي عليها على فائض الانتاج باه زوز ملين و400 بطاتة ياخي كي تطلع البطاتة تجي تسعر هالي وكي ترخص نرخص أنا الفلاح معها عليه شك تقو بطاتة بزوز ملين و400 ترنات تشوفي انتي البطاتة تتكلف بثلاث ملين ثلاث ملين خاطي كل شي انتي تحطها في الأرض بثلاث ملين استناها وقتش تجي شوف مصروفك اليوم يومين نصرفوا على البطاتة بارسحتي و بارحياتي و بار كذا السقع نعنوه و السخنن عنوه الدنيا كلنا نعنو فيها نحنا فلاح نحنا الناس نستحقوا الشكر نستحقوا الورود على الرصيف مش نحاولوا باش نفضوها الاعتصامة ذاية كنتم طالبوا بتحديد السعر الأدنى للبيع يعطيك الصحح بطلان في فائد الانديش بطاتة بصل مادة الحليب زدا فيها يعطيك الصح بلايه عليش احنا تويا كل عام اللوحه فيه ألاف ملايين مش ألاف ملايين اللوحه فيه حليب في الوديان عليش ميتم مش استغلالها و المواتن توسي ياخذ في باكو الحليب بحدش نمياه و ياخذ في الحليب المجفف من بره يخي مش نعيش من وراء البحار كنا نصمع للعالم كامل واضح زي حسن خليل كلمة الختام ربما تعتها أو توجهها لصلاة المعنية باش يستجيبوا ربما لجملة المطالب متاعكم كما قلت انت حسب الأولوية حسب الأولوية يا سيد رئيس الحكومة أكثر واحد عنده كفاءة هو السيد رئيس الحكومة ولا سيد رئيس الدولة التدخل العاجل لوضعية الفلاح الفلاح راههم انهار القطاع راهوا في الهاوية أعطونا غي حلولهم انتم القادرين على الحلول نحن رانا معكم ونحترم المؤسسات وناس سلميين وناس نظاف رانا في حاجة للوقفة حاسمة منكم والحل رو عاجل بالنسبة للتعويضات رو ما عادش عدنا وقت باش نزرعوا البذور منين مشجيبوا البذور رو عدنا موسم فيه والمواسم الكلة يسقى في بعضها يكيان فاتك موسم يفوتك أربعة مواسم راو نهار بحسابه ليه شك تعملوا فينا احنا ناس نظلنا راو من أجل المواطن التونسي سمحني سحسن فقط في حال عدم الاستجابة ليه ما طالبكم ربما التمشين حسب الفلاحة حسب الفلاحة في جندوب وفي سليانة الاعتصام مفتوح مع التسعيد حتى تحبون نموتوا خنموتوا تهجرونا مرحبا بيكم او قتلونا مرحبا بيكم اسجنونا مرحبا بيكم اما باش نجوعوا للدرجة ذي والله يعار على الفلاحة التونسي باش تصير فيها ذي العالم كامل يتفرج فيه فلاحة تونسي اللي هو قدوة اللي هو شعار تونس انا خلقت قيد تونس الخذرة باش خذرة تونس ما يفلحتها تقول الفلاحة فلاحة يستغيث على الرصيف وين ماشين يا اخوية يجون للحوار اخوي هل هي عقرينا كيفك نجلوس على طاولة الحوار يعطيك الصحة السيحسن العبيديا لمناسق العام للاتصام المفتوح للفلاحين في جندوبا شكرا لك على كل هذه التفاصيل شكرا لكم يا رحمة ونحن نكون في متابعة الملف هذا في انتظار استجابة الصلاة المعنية لجملة مطالبكم مرسي يعطيك الصحة